خلونا الحالات التحكمية مباراة الشباب الوحدة وش فيها يا كابتن؟ طبعا المباراة الوحدة والشباب كانت في قيد الطاقم السعودي بخالد الطريس حكم دولي وعبدالله الزلسمري وبدر الشمراني طاقم دولي خذنا منها تقريبا أربع حالات هذا الطاقم التحكيم الحالة الأولى كانت دقيقة ثمانية بداية المباراة يعني يجب الحكم أن يكون بداية المباراة مركز نشوف الآن الحالة ونشوف ما يوقع الحكم ونشوف ماذا حدث نشوف الآن هنا لاعب الشاب طبعا لم يستخدم أي مهاجمة تم استخلاص الكرة بشكل قانوني وشكل صحيح واللاعب الوحدة قام بالتعثر في اللاعب وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب ولا يوجود ركلة جزاء للوحدة كانت في الدقيقة ثمانية نشوف الآن دقيقة سبعة وربعين هنا الآن ركلة جزاء الحكم وموقع الحكم كان سليم مية مية وآخذ القرار الصحيح وحتسب ركلة جزاء لكن ناقص القرار الإداري قرار الفني أوكي ركلة جزاء صحيح لكن ناقص قرار لو نلاحظ الآن نشوف مدافع الوحدة ماذا عمل نشاهد الآن هنا هنا الآن تهور ويجب اندار اللاعب نشاهد الآن هنا يعني كاد يكسر اللاعب صراحة يعني أقل قرار أنك تعطيه اندار والحكم مكتفى فقط بركلة الجزاء يعني ما كان فيه تعمد نهائياً وقرار الحكم استمرار اللعب هو القرار الصحيح إلى الآن الحكم كان مسيطر وقراراته جميلة دقيقة 86 نشاهد الآن هنا هذا الغاء هدف للوحدة دقيقة 86 كانت كرة ثابتة من الحكم المساعد الثاني بدر الشمراني نشاهد الآن حالة صعبة وحالة دقيقة هناك أكثر من اللاعب ومختار فلاتة لو لاحظه هو اللي نزل الكرب راسه واستفاد من موقف وجوده بالتسلل وانشاد هنا وقرار الحكم الصحيح المساعد بإلغاء الهدف وتمركز سليم من الحكم وتركيز عالي من بدر الشمراني هذه تقريباً الحالات اللي أخذناها أربع حالات طبعاً الطاقم التحكيم أدار مبارا بشكل صحيح وشكل ممتاز ويحصل 8.4 درجة عالية نتمنى أن الطاقم السعودي يتواجد فعلاً لو نشاهد الآن ليش نتكلم عن بعض الزمل أنه فعلاً تجي الفرصة زي مباراة النصر والاتحاد أمس أيوة يعني كانت مباراة ما كانت مكنة كيفية الضغط على الحكم وفعلاً حصل خطأ غير مجرى مباراة ركلت الجهزة بالدقيقة 82 وغردنا فيها كانت ركلت الجهزة صحيحة وغيرت نتيجة مباراة الاتحاد كان تقدم 1-0 بمباراة صحيح